ربتين رحمة الله عليك اتبنا الكبير عبد الرحمن الشرق عشان اللي بيحصل في الاعلام الرياضي تراشق والفوضى اللي حتقول بينا الى مصيبة قادمة لو ما قفنهاش من دلوقتي زي ما حصل قبل كده في السادة بورسعيد وزي ما حصل في الدفاع الجوي ربنا يصدر من اللي بيحصل دلوقتي ده كله والنشاط البلادي متوقف تخيل بقى التراشق اللي موجود ما بين الاهل والزمالك في قناة الاهل وقناة الزمالك او قناة زمالك والاهلي وكان يا جماعة كان النشاط الرياضي شغال ايه اللي كان يحصل كانت بقت مصيبة لما جيك كتبنا الكبير عبد الرحمن الشرقاوي وقال لك اتعرف معنى الكلمة مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو كلمة امانة كلمة الكلمة اللي احنا عملين نقول ونعيد ونزيد ونحكي وشتايم وتنحر بالالفاظ وبالالقاب بكل شيء متناسين ان دي امانة ان دي امانة الكلمة اللي بتخرج من دي امانة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيب ده القرآن ربنا ما يلفظ من قول قول الا لديه رقيب عتيب هتتحسب عليه وحيبقى موجود في كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك احسيب خلاص يعني احنا رايحين فين الطريق اللي احنا ماشيين فيه مودينا لطريق مسدود مودينا الكارثة مودينا لمصيبة وده دايما اللي احنا بنحذر منه ايام الدفاع لبورت سعيد حذرنا وبدأت برضو بعض المناوشات هنا وهنا وبعض البرامج ها تلهب لغاية ما صحينا على كارثة على كارثة وزي ما برضو كاتبنا الكبير عبد الرحمن الشرقاوي لما بيقول الكلمة نور وبعض الكلمات قبور ما الكلمة دي اما اللي يتنور لك الطريق وتودك للطريق الصح وتاخد بايدك واما ان هي تؤدي بك الى الهلاك هتودك للهلاك الى قبرك زي ما حصل قبل كده واثنين وسبعين واحد جراء الكلمات والتراشق بالالفاظ وبالكلمات دخلوا كبرهم وعشرين بعد كده واثنين وعشرين دخلوا كبرهم احنا يعني مسانين ايه يا جماعة مسانين ان احنا مرة تانية بادينا بادينا وباللي بنقدمه من برامج سواء يعني اسمحولي انا وانا عارف ان انا هتهاجم هجوم عنيف بعد الكلمتين اللي انا بقولهم انا بخاطب العقلاء بخاطب العقلاء من الاهلي ومن الزمالك او من الزمالك او من الاهلي الطريق اللي حضرتكم ماشين فيه طريق مسدود طريق اخرته كارثة طريق اخرته كارثة وللأسف الشديد اللي بيروح فيها مين في الآخر مش حضرتكم مش اللي قاعدين زينا كده نتكلم ونقول لا اللي بيروح فيها المشجع الغلبان اللي عاشق لناديه عاشق للزمالك وعاشق للأهلي هو ده اللي بيروح في الآخر هو ده اللي بيبقى في الآخر شهيد أو مقبور وما للصفوة اللي عملوا الأزمة دي كلها وعملين يزكوا نارها كل يوم ويعججوها في الآخر تمام بهوات حتلقوا العزة حتلقوا العزة فيكم انتو الوقود بتاع النار ده وانتو اللي في الآخر هتروحوا فيها وللأسف الشديد كل يوم الأمور عملت زيد أنا مش عارف قضية نادي القرن الأهلي بطل القرن الزمالك رفع قضية أنه هو الأحاكم نادي القرن نستنى المحكمة الرياضية نستنى حكمت للزمالك خلاص حكم خضاء حكمت أن الأهلي وبطل القرن خلاص مش محتاجة لنا أقعد واللي أنا أسب واللي أنا أشتم واللي أنا أخدت واللي أنا ما أخدتش وده أخد إيه وده أخد إيه احنا بنعير بعض ده مصيبة بنعير بعض اللي عنده حاجة بدل ما نطلع على شاشات التلفزيون هنا وهنا أروح على طول لجهات القضاء ده اللي أنا أعرفه أطلع على طول على سيرة النائب العام والقانون يأخد مجراء لكن اللي أنا أحولها لساحة من القتال والتباري بالألفاظ وبالعبارات وبالبرامج هنا وهناك تبقى مصيبة سودة تبقى مصيبة سودة ولا إحنا حاسين بيها والله العظيم ربنا حيحسبك على كل كلمة بتقولها ما يلفظه من قول لفظه حتلعها كل حتلعها ربنا حيحسبك عليه يوم القيامة ربنا حيحسبك عليه حتى وسائل السوشيال ميديا اللي بيطلع يشتم هنا ويشتم هنا هو أنت هنحول لك حاجة أنت بتحب مين أكتر بتحب ربنا والرسول ولا بتحب نديك أكتر قول لي من اللي حينفعك الأهل والزمالك حينفعوك واللي عملك هو اللي حينفعك في الآخر حيدخل معك في قبرك وفي حسابك الأهل والزمالك أو الاتحاد أو الإسماعيلي أو طانطة أو أو لا مش هتخل معاه عملك اللفظ اللي انت طلعته الاشتيمة اللي انت قلتها الكلمة اللي انت كتبتها الفتنة اللي انت أحيتها هي دي اللي حتبقى معاك هي اللي معاك اتباعك لمنهج ربنا ومنهج الرسول هو ده اللي حينجيك هو ده اللي حينجيك شوف ربنا قال ايه في القرآن وشوف الرسول قال ايه في سنته ومشى عليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون عن اللغو معرضون مش اللي أنا أطلع ألعن في ده وده يرد علي يلعن في ده وده يجيب ده وده يجيب ده ايه في ايه في ايه يا كبار في ايه حكمة في ايه قدوة للشباب قدوة ايه قدوة ايه اللي حضراتكم يكلموا فيها اخلاق ايه اللي انتوا بتدعوا اليها اي اخلاق بتعلموهننا واي اخلاق بتصدروهن وتوصلوهن للبيوت وللأسف الشريف ألاقي مجموعة تدافع عن هذا الكيان ومجموعة أخرى تدافع عن هذا الكيان وما بين الاتنين أخلاق عملات روح من اللي بدأ من اللي رد من اللي عمل أنا مهمنيش أنا بخاطب الحكماء هنا وهنا إذا كان في حكماء أرجوكوا أوقفوا هذه المهزلة أنا للأسف الشديد جدا جدا يعني طلع تصريع على لسان الدكتور أعشرف صبح وزير الشباب والرياض والدكتور أعشرف واحد من الشخصيات أن أنا شخصيا لا أحترامها اللا نهائي ولا محدود عني أنا بحبه وبعتز بيه بصدقته جدا 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 لأنه إنسان نقل لكن أنا آسف خانوا التعبير لما قال في تصريحه أن الأزمة ما بين الأهل والزمالك أو الزمالك والأهلي اللي شغالة الرغم اللي احنا بنواجه كورونا وأزمة كورونا على دي يا فندم اسمها أزمة أخلاء كورونا إن شاء الله حتنتهي وتروح وحنقدر نسيطر عليها لكن اللي احنا فيه دلوقتي ده أزمة أخلاء هي دي اللي بقية هي دي اللي احنا بنترب عليها وأجيال حتترب عليها إذا كانت دي أخلاءنا اللي احنا ماشيين بيها يبقى كل سنة وانتو طيبين يبقى عليه العوض يبقى عليه العوض أخلاء إيه اللي احنا بنصدرها ومشاهد إيه اللي احنا بنصدرها المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم الحقيقي اللي يسلم المسلم الآخر من لسانه ويده ده بتطبقه ولا ما بنطبقهوش مش موجود شغالين اشتيمة شغالين ولا تنبذوا بالألقاف مفيش شغالين برضو فلان وعلان وكانوا مان ايه يا جماعة احنا رحل فيه فين العقلاء إذا كان موجود عقلاء فين الكبار يدخلوا ويقفوا هذه المهزلة نهذا صدر بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهل والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زالت حداتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي ويوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتين ناديين الفضائيتين وقد قرر المجلس فتحة حقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل قانوني لكل من القناتين لسمع إضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14 سن في تحيئ يوم الحد اللي جاء والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلقيتها فيما يتم بثه من محتوى وعن بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقام بين جمهور الرياضة في مصر أو الإضراب بالمجتمع ويؤكد المجلس أنه سيتأخذ إجراءات راضعة بشكل فوري للضعي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يخالف المعايير الصادرة على المجلس على تنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضة وسيكون بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة ده البيان طيب إنا لم ننتظرون أنا عايز ده على عينها كتاجر الأسبوعين الماضيين على عينها كتاجر زمالك شغال على آخره بدأت قناة الأهل ترده يا كمان بدأ هنا وبدأ هنا أنا أقول لكم اللي معاه حاجة اللي معاه حاجة اللي معاه حاجة مين يا جماعة معي اللي معاه حاجة يطلع بيها على النائب العام لكن اللي احنا بنعمله مفيش ده ربنا قال ألم ترى كيف درب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه وتعالوا بعد كده ومثل كلمات خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار كلمة طيبة إيه والكلمة الخبيثة إيه احنا بنصدر ليه الأجيال اللي جاية إيه بنعلمهم إيه فين القيم وفين المبادئ اللي احنا بنربع عليها أجيال زي ما قلت لحضراتكم للأسف الشديد اللي بيروح فيها في النهاية مش الأفاضل اللي قعدوا يولعوا في الدنيا الغلابة الغلابة اللي عشقها لأنديتها هما اللي بيروحوا ترجمة نانسي قنقر